معاناة الصيادين في اليمن مشكلة أخرى تتضاعف من عام لآخر في حضرموت مثلا تمنع القوات الإماراتية المسيطرة على مطار الريان الدولي ممارسة مهنة الصيد في ساحل منطقة شحير ولأن مهنة الصيد تعد مصدر رزقهم الوحيد اضطر الصيادون لكسر الحضر وممارسة الاستياد ومع ذلك طرأت مشكلة أخرى فقد منعت هيئة الغذاء والدواء السعودية دخول الأسماك اليمنية إلى أراضيها شركات يمنية مصدرة للأسماك قالت أنها فوجئت بإرجاع البرادات التي تحمل أسماك طازجة كانت في طريقها إلى السعودية قرار المنع ولد تداعيات اقتصادية كبيرة إذ يبلغ حجم الصادرات السمكية إلى منفذ الوديع السعودي 600 طن سنويا وفقا لما أفاد به رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية وتمثل العائدات من صادرات الأسماك مصدرا مهما لدخل اليمن من العملات الأجنبية فالقطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية المهمة إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط وفقا لبيانات وزارة الثروة السمكية عام 2012 صيادون في محافظة الحديدة ناشدوا الحكومة لوضع حل لأزمة منع دخول الأسماك إلى السعودية نشاهد فهذا متضررين المواطنين ومتضررين الصياد كما ترون المؤسسة فاضي نرقوا من سيادتكم أن تراجعوا قرارتكم وشكراً نشكي ونعاني من تسويق الصيح والثروة السمكية الآن كل واقفة شلة الشلل كامل لا يقدر لنا التصدير ولا يقدر لنا المشتري ولا يقع على نحي مقابل الأتقاب تضاعفت علينا والبطول تزاد ارتفاع سئره هذا القرار مشاهدين قرار الجهات السعودية بمنع تصدير الأسماك إلى المملكة لقى تفاعلاً من قبل رواد التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد للقرار من ضمن هذه القرارات ما كتبه باسيت حبيشي يقول قرار خاطئ قانوناً كونه لم يتم الإبلاغ شركات الأسماك التوقف عن التصدير مسبقاً وتتحمل السلطات السعودية تبعات هذا القرار في حالة أن تصدير يتم بطريقة قانونية من الجانب اليمني ولكن كما يبدو أن الأمر ليس كذلك ومهما يكون من أمر فإن هذا القرار مفيد لأسوق اليمني والمواطن اليمني بطريقة غير مباشرة وإنقاذه من جشع التجار والمهربين الوسطاء والمواطن اليمني أحق بثروته هكذا يرى حبيشي يرى أن منع التصدير قد يستفيد منه المواطن لأن أسعار الأسماك البعض يقول أنها زادت بسبب التصدير أما مصعب عفيف فيقول ضربة موجعة جديدة وخسائر كبيرة للصيادين في اليمن بعد قرار سعودي مفاجئ بمنع دخول الأسماك إلى الأسواق السعودية محمد عبدالله الشهاري ماذا يقول محمد؟ يقول محمد أحرموا المواطن اليمني من الأسماك بغرض التصدير وتعاقبوا بعدم السماح لها بدخول المملكة حسب ما نشر من قنوات الإعلامة اليمنية أسعار الأسماك مرتفعة في محافظات يمنية غير ساحلية والأكثر سكان يجب أولا تغطية الأسواق اليمنية من الثروة السماكية ومن ثم التصدير إذن كما قلنا أن الموضوع بين مؤيد ومعارض من ضمن التفاعلات أيضا ما كتبه يوسف الغليسي يقول المشاكل دائما يأتي الجزء الأكبر منها من نصيب الصياد المسكين فمع إيقاف تصدير الأسماك من اليمن إلى السعودية خلال هذه الأسبوعين تضعفت معاناة الصياد كثيرا سعر زهيد للسمك في الأسواق المحلية يجعله غير قادر على الإفاء بقيمة رحلتها للبحر ويصبح بين خيارين إما الخسارة المؤكدة نتيجة ارتفاع مشتقات النفط وغلاء الأسعار أو التوقف بلا عمل يعني بلا قوت لأطفال هذا كان موضوع تصدير الأسماك والتفاعلات حولها